اشتركوا في القناة بما يحقق الخير والاستقرار والسلام لكافة شعوب دول المنطقة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم يده الله هذا اليوم في قصر الصفرية لسعادة سيد ياسر محمود عباس نجل فخامة رئيس دولة فلسطين للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته رسالة شفهية من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوثيقة والتطورات المستجدة على الساحة الفلسطينية كما نقل إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير فخامة الرئيس الفلسطيني وخالص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها الكريم بدوام الرفعة والتقدم وقد رحب صاحب الجلالة بنجر فخامة الرئيس الفلسطيني وأبلغه بنقل تحياته لأخيه فخامة الرئيس محمود عباس وتمنياته طيبة لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار من جانبه عرض سيد ياسر محمود عباس نجل فخامة الرئيس الفلسطيني بلغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال ومواقف جلالته الانسانية الداعمة لشعب فلسطين مثمنا بكل التقدير مواقف مملكة البحرين المشرفة والداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر